إذن هلأ الخطوة الأخيرة الآن بدنا نلاقي كلمة K. ونطلع على إحنا الكمبنساتر هاي الكمبنساتر هون. هلأ صارت الفنكشن الجديدة صار فيه فنكشن مركبة. الفنكشن المركبة العخر ليش كنت أقول كنت خطه K بره؟ لأنه صار عندي هلأ ثري بولز وثو زيروز. الفنكشن الجديدة المركبة اللي هي خلينا نسميها فاينال مثلا أو كومبنساتر أو بZ. بتساوي حاصل ضرب هاي الفنكشن مضروبة بهاي الفنكشن. إذن هاي ببدأ إيش هون عندنا؟ Z-0.6 على Z-0.34 هاي يكمبنساتر. بعدين عندي هذا الجزء اللي موجود هون اللي هو 0.048 constant في Z-0.983 على Z-1 في Z-0.9048. أسهل طريقة في الماغنية الكونيشن زي ما عملنا بالماغنية الكونيشن. خلينا أفترض إن الزابة راح تطلع zero. راح يطلع مش كاريل احنا هنا. ديطل عندي كاريل. فاللي راح اعمل له الان خلص راح اخذ المجنيتود في المجنيتود في المغنيتود في المقسومة على tyle كيف باطلع وبدي لعود الان هاي نقطة راح امر فيها نا بدي اعرف كي عندها. ازان هي النقطة اللي بدي لعودها. ازا راح عامل الان راح اطلع لها. اذا راح يصير عندي هلا قا. batch. place i عارف انه كية واحد عليك. بس راح احسيبهو بالاول عن مش اسهل. ازا الماغنيتو التبع هاد شو راح يساوي? هذا راح يصير عندي تربية زائد تربية. كل فهم هاي الوانجات? خدنا الماغنيتو التبع هاد. هذا مكون من من وهذا ريل. جمعت الريل مع الريل. وربعتهم. واخدت الريل ربعته. واخدتهم تحت الجدر. هلا هاد بدو ينضرب في مين? هاد ريل اصدر. مش هايك شو بعمل? بحطه زي ما هم. مش هايك? ما باهمله مهم هاد لانه. هاد باكشفه في الانجلي كونديشن ليش? ليش الانجلي باطليني اياها? زيرو. زيرو. بس بالمانجلي كونديشن مهم جدا. انه هادا تقريبا واحد على عشرين. فبقدرش اهمله في المانجلي كونديشن. بعدين عندي ايش براخد كمان? هوا نفس الاشي. 0.441 plus 0.983 تربية. زالت 0.451 تربية. هادو المقسومين على القيم اللي تحت اللي هي راح تسيرين في 0.441 تربية. زالت 0.34 تربية. 0.441 تربية زالت 0.34 تربية plus 0.451 تربية. وهدول تحت الجذر. وبعدين عندي بكمل من نفس الطريقة ما راح حط القيام كل هالبقية فبطلع معي القيم بتسير. 0.4782 في 0.0717. لما ضربت هدول التنين في بعض. على 0.902. 0.718. 0.646. وهذا بتقع معي 0.08195. إذا كيه شو بتساوي؟ واحد على F.O.Z. فلما باخد المقنيتود هون تختفي ها المزبوط. وتصير عندي واحد على تركيب تطلع معي. واحد على 0.08195. وتساوي 12.12. أنا عملت كمان تشيك على الزاولة موجود في النوت اللي هون. تطفع الزاولة يعني عمليا مهمة وهذا كتبت لي منه هدا. هلا خليت نرسم إذا الكنترولر النهائي. الكنترول سيستم النهائي. راح حاول هرسم هون جب إذا بكفي معنا المساحة. عند K راح قطت الخيبر. إذا هنا. اخلين هرشحها شوي لورا. يعني هاي عندي هون الصمت. هاي هوا عندي السنزر. هاي اللي مع الزيرا بورد البورد. هاي واي وبزت. هاي اكس وبزت. هلا أول شي شو عندي؟ هاي اوكي. هلا هو الكيف عليها. راح يدخل مع الكمبنساتر فيه. في التجد الكنترولر. بس انا راح افصلهم. بعدين ما نحط خط احمر ما اتطاع حواريهم. بعدين عندي هلا هون ايش فيه? الكمبنساتر. الكمبنساتر كان زت ماينس بوينت سيكس على زت بلس بلس بوينت ري فور. شو ضل عندي بعدين؟ البلانت مع الزيراورد اللي هي بوينت سيرو فور ايت. زت بلس. بوينت نايت ايت ثري. على زت ماينس ون. زت ماينس. بوينت نايت زيرو فور ايت. وهلا هون نحط خط ما اطاع حوالي هاي. هتنأكد انه هدول مش ملقصين عن بعض. ما مقدر هاي اتميش هبه هاي. ليش? انه هادة هاردور هاي اللي تلاند وهادة كنترولر. هدول بس هاي هاي. مع زيرو. زيرو او دكورت. رحبوني ديتو اي كون برتا. نعم. حسابية. حسابية طبعا طبعا. طبعا. بس انا هلأ فيزيكلي هلأ وصلت لمرحلة بدي افرجيك فيزيكلي شو رح تعمل انت فعاليا شو رح ترنكب في المصنع. هذا ما رح تغيره انت. زيرو رح يكون عندك ديتو اي كونفيرتر. ففعليا هو يعني رح يكون الديتو اي كونفيرتر بره هادو في الداخل عندي اللي هي كانت اصلا واحد على اس مش هيك متذكرين كانت خمسطاعش على اس بلس 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 باية. هلا هذا ما بيهمنيش كتير. اللي بيهمني هاد. مين اللي بدي ابنيه الان? بدي احط هون اشي ينضرب في تولد بونتو. وبعدين بدي ابني كود بين ي اف زت. هذو صاروا كانهم ي اف زت للكنترولر هاي وكس اف زت. بدي ابني كود الان لحيث نتحقق الشرط هذا اللي هو من الكمبنزيتر. الكمبنزيتر رح حرك الوطلواز بحيث انه صار يمر في اي نقطة. صار يمر في النقطة. هاي اللي وجود. ماشي. والحقيقة سيد عليها. اشتركوا في القناة